موسيقى أيها المرون بين الكلمات العابرة احملوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا أيها المرون بين الكلمات العابرة أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم ولكن لا تقيموا بيننا أنا أن تنصرفوا ولتموتوا أينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا فلنا في أرضنا ما نعمل ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياة الأول ولنا الحاضر والحاضر المستقبل ولنا الدنيا هنا والآخرة فاخرجوا من أرضنا من برنا من بحرنا من قمحنا من ملحنا من جرحنا من كل شيء واخرجوا من مفردات الذاكرة أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم من جديد النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الزراء واللواء عبد الحميد الهجان محافظة الأليوبية والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي الهيئة العامة لإسمار والمناطق الحرة ذهبوا إلى جولة في مدينة بنها الصناعية أو المنطقة الصناعية في مدينة بنها في محافظة القليوبية التابعة للقاهرة الكبرى الجديد هو أنه الدولة وضعت ملف الصناع على جدول أولوياتها كنا نتكلم خلال الفترات الماضية على مشروع الطرق وعلى مشروع البنية التحتية والطاقة كهربية والغاز توصيل الغاز للمنازل غاز للمصانع هذه التجهيزات المبدئية لانطلاقة ما هذه الانطلاقة هي انطلاقة زراعية وانطلاقة صناعية النهاردة رئيس مجلس الزراء مع رئيس الهيئة العامة للإسمار والمحافظة الإقليم اللي هو في القليوبية راحوا يتفقدوا المنطقة الصناعية في بنها إيه الجديد اللي أنا عايز أقوله ما كان لهذه المناطق إن هي تخرج للنور لو لا وجود بنية تحتية وبنية أساسية قامت بها الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية النهاردة كان فيه تصريحات مهمة جدا لرئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للإستثمار المستشار محمد عبد الوهاب إنه فيه منطقة استثمارية في كل محافظة يبقى كل محافظات الجمهورية كل محافظة سيكون لها منطقة استثمارية رئيس الوزراء اتكلم على قيام الدولة بمجهودات واضحة في مجال تقليل دوائر الوسطاء بين السلع في أماكن انتاجها أو الصناعات في أماكن تصنعها وما بين المستلك النهائي تقليل دوائر الوسطاء أدى إلى تقليل أو ضبط منظومة الأسعار أعتقد إحنا ملاحظين خلال الفترة الماضية أن هناك ضبط لعملية الأسعار دا مش صدفة دا نتيجة حاجتين ضبط الدولة وقيام الدولة بهذه العملية وهذه الوظيفة المهمة للغاية الرقابة على الأسواق اتنين تقليل مراحل الوسطاء أو نقل السلعة من مكان إلى مكان النهاردة كان فيه 13 مجمع صناعي فيهم 4500 مصنع كلمة مصنع دي معناها أيدة عاملة أيدة عاملة يعني بيت بيتفتح بيت بيتفتح يعني أسرة جديدة أسرة جديدة يعني فيه انفرق جديد انفرق جديد يعني عجلة الاقتصاد بالدور دا المهم جدا النهاردة في بنها فيه على 46 فدان تم إقامة 187 مشروع بتكلفة استثمارية واحد واحد من عشرة مليار جنيه يعني 1100 مليون جنيه دول هيوفره 3500 فرصة عاملة 3500 أسرة 3500 شاب هيشتغل وهيبدأ يبدأ حياته ويعيش في جو من الاستقرار نتيجة قيام الدولة بتجهيزات أدت إلى دخول المستثمرين في مشروعات 187 مشروع ويتكلم رئيس الهائل عامل اسمار قال لي فيه سبعة مناطق استثمارية على 2000 فدان بتكلفة استثمارية 29.5 مليار قول 30 مليار جنيه هيتعمل فيهم تبنبيد مشروع ويشتغل فيهم 75 ألف عامل لكن فيه حاجة غريبة جدا النهاردة في الخبر يعني زميل الجميل الخبر مدبولي نستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة ده العنوان يعني ده العنوان أنه يبقى فيه في كل محافظة منطقة استثمارية وأنا قلت لشوات أرقام على المشروعات اللي داخل بنها وغيره لكن أكتر أكتر سطرين يعني لفته انتباهي آخر سطرين في الخبر وفي نهاية الجولة وفي نهاية الجولة كان لفى رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع المؤدية للمنطقة الاستثمارية وكذلك الطرق الداخلية بها والله عيد طب والله عيد يعني رئيس الوزراء راح يشوف المصانع ومنطقة صناعية واستثمارية ومليارات وواحد وواحد عشر مليار وإلى آخره والطرق الشوارع الداخلية اللي تودي للمنطقة الاستثمارية والطرق الرئيسية اللي بتودي لها مش شغالة يعني أي تخطيط يعني يعني ما هو برضو ما يعني يعني احنا الحاجة الدولة عملت هذا العمل العظيم انه قبني منطقة استثمارية في بنها فيها كل هذه المصانع بتكلفة استثمارية واحد واحد من عشرة مليار جنيه يعني مين المسؤول ان نوصل طريق من الطريق الرئيسي للمدينة الصناعية مين المسؤول عن يعني حاجات بسيطة هي دي بقى اللي مفروض بخليطة العمل انا اسف يعني وما حدش يزعل مني وما حدش ياخد كلامي على محمل اخر يعني مش عارف اقولها ولا ملهاش والله يعني انا ده ما بحصلش في اي مشروع بيقيمه القوات المسلحة الملاحظة اللي قالها رئيس مجل الزراء الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولي ملاحظة في محله يعني انا مش جايب ادور على حاجة وحشة لكن انا بقول يا جماعة احنا بنروح مشروعات ضخمة جدا بتقيمها القوات المسلحة على مدار خمس سنوات مشروعات عملاقة عملاقة بشكل واضح جدا الطرق من بره الطريق هو اهم لن يأتي اليك مستثمر والطريق اي كلام ازاي ابني مدينة وبالنعم الطريق يعني انا فعلا ده لفت انتباهي يعني ازاي ابني مدينة صناعية واستثمارات ومشروعات والمستثمر رايح جاي عشان يشوف مصنعه طيب هو رايح جاي عربية تكسرتها هيمش مش جاي تاني يعني الطبيعي اني اعمل طريق الاول وبعد نعمل مدينة انا بقول وما حدش يزعل مني والله انا مخلصا فيما اقول كل مشروعات اللي انا حضرتها في افتتاعتها وحتى في تجهيزاتها بتاع اخوات المسلحة ما فيهاش الحاجات اللي زي دي عموما خلينا اخوات المسلحة دي مش ناس من بره بقول خلينا نعشق خلينا نشبك مع بعض ونقول ان احنا نشوف ايه اللي بيحصل نتعلم من بعض ما هو دي الفكرة كلها كله بيصب فيه وعاء واحد هو وعاء الاقتصاد القومي المصري انا بقول تاني يعني اشيد بتحرك رئيس الوزراء اشيد بتحرك الحكومة اشيد بتحرك الدولة صوبة وجهة مهمة جدا اسمها الصناعة الصناعة قاطرة حقيقية للتنمية الصناعة هي اللي هت تقضي على الجحافل البطالة اللي وصلت الحمد لله امبارح الى 8% او اقل قليلا يعني الدولة بتطرق باب الصناعة بنشيد بدور الحكومة ودور الدولة رئيس الوزراء وبنقول لكل واحد ياريت يشمر ويمدي ايده عشان بقاش فيه اي ملاحظات موقع روسيا اليوم نشر تقرير عجدني جدا بقول مصر بتنطلق وبتعلن عدم استراضها غاز طبيعي تاني خالص اطلاقا بتاتا نلبات ليه قالك ده مصر بدأت تصدر غاز طبيعي كانت بتستورد مصر كميات غاز بمبلغ 1125 مليون دولار يعني مليار مليار وربع دولار خلال عام 2018 قالك لا ده مصر بدأت تصدر مواد غاز بدأت بميات بتستورد بمليار وشوية بدأت تصدر خلال 2019 وداعا لاستيراض الغاز مرة اخرى ونفس التقرير بيقول ان وردات مصر من الغاز من المواد البترولية كلها حوالي 9.5 مليار 9.5 مليار جنيه دولار 9.5 مليار بستورد من برا مواد بترولية 9.429 مليون دولار قول يعني 9.5 مليار ونص في 2019 وكانت بتستورد في 2018 12 مليار 313 يعني كنت بستورد عشان ارقام ما تتويش الناس كنا منستورد في 2018 مواد بترولية وبنزين وسولار وزفت وغيره بكام ب12 مليار وشوية في 2019 نزلنا في استراضنا من برا لتسعة ونص يعني كنت بستورد ب12.5 دلوقتي بستورد بتسعة ونص ايه تسعة ونص مليار مليار دولار من برا مواد بترولية بانخفاض 23% وبصدر في 2019 بصدر منتجات بربعة مليار وشوية وكنت قبل كده بصدر بربعة مليار اقل 4% يعني معنى كده ان في تحسن في قطاع البترول في الاستراض قللت استراض 23% زودت صادراتي 4.5% ليه انا بقول ارقام لما اجا اقول امبارح معدل نمو يا جماعة 6% خل مصر رقم واحد في المنطقة متقدمة على تركيا وعلى اسرائيل وعلى وعلى كل الدول رقم واحد في المنطقة ده مش جاي من فراغ ده جاي من هذه المكونات مكونات خفض الوردات البترولية زيادة الصادرات المترولية معدش باستورد غاز باصدر غاز المنطقة الصناعية جدت بشتغل بقلل نسبة البطالة كل المكونات الصور اللي انا بنحكيها كل يوم مش مجرد راغي لا ده كله بيكون بيرسم صورة الصورة فيها تفاصيل كتير عشان تقدر تشوف الصورة ابعد بعيد عشان تشوف مكونات الصورة مش هتقدر تفك رموز اي صورة الا لما تشوفها كلها متكاملة انا بتكلم من برا على معدل النمو 6% ممكن يكون ناس مش مهتمة بالكلام لكن انا بقول انه الاهتمام الحقيقي بهذا الرقم بيعكس في مجمله كل تفاصيل الاقتصاد القوم النقل العام المصري يأمر باستكمال التحقيق مع باتريك جورج بتهمة اذاعة اخبار كاذبة النقل العام امر باستكمال التحقيق في القضية الشهيرة الخاصة بجورج ميشيل زاكي سليمان الخاصة باذاعة اخبار وبيانات كاذبة من شأناتها كتير الامن والسلم الاجتماعي واستخدامه حساب على شبكة المعلومات الدولية اللي هو فيسبوك وغيره بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر التحريات اللي وصلت لقطاع الامن الوطني قالت انه باتريك جورج ده خلال الفترة الماضية وخاصة في شهر سبتمبر واكتوبر استغل المتهم جورج ميشيل سليمان زاكي لوصيدالي مقيم فيه عمر بن خطاب في المنصورة قسمة تانية منصورة حسابه على الفيسبوك وبدأ يهاجم الدولة وبدأ يستخدم عبارات مهينة وبدأ يدعو الى زعزعة الاستقرار من خلال الدعوة التظاهرات والهجوم على بنايات ومؤسسات الدولة بشكل غير قانوني وهو مقيم في الخارج اثناء دراسته في ايطاليا والجنات ترفض اخلاء سبيل باتريك جورج وتؤيد استمرار حبسه ده كلام مين مش كلام الامن الوطني ولا كلام الوزارة الداخلية ده تعليمات النائب العام المصري والنائب العام المصري لمن لا يعرف لمن لا يعلم لمن يريد ان يصموا اذنه هو ممثل الشعب هو ممثل السلطة الشعبية في هذا الاطار حامي حمى الشعب وحامي حمى المجتمع ويدافع عن المجتمع وده جزء اصيل من السلطة القضائية التي تخضى في مصر باستقلال رغم انف رئيس برلمان الاتحاد الاوروبي ورغم انف هؤلاء الخاونة والمأجورين اصفهم بانهم خاونة مأجورين بيحاولوا يدخلوا فيه الشأن الداخلي المصري هل نروح اردوغان كان في باكستان في الزيارة وهو راجع من باكستان على الطائرة قاعد يرغي معه مجموعة من الصحفيين المقربين الموجودين معاه على الطائرة قال لهم فيه بلهجة فيها استعلاء انه روسيا تقف ضدنا وهي اللي بتدير المشهد في ليبيا مي اللي بيقول ده اردوغان بيقول للصحفيين بيصعد لهجته بيقول ان سوريا وليبيا فيه لعب روسي ضدنا في هذه الاماكن وبيقول الصحيفة التركية نقلت عن اردوغان قال ان روسيا تدير في الوقت الراهن الحرب هناك على اعلى مستوى فين يقصد في ليبيا وكرر اردوغان امام الصحفيين ان روسيا بتستخدم او بتدخل من خلال شركة اسمها فاغنر بدعم الجيش الليبي وهو ما تنفيه موسكو بشكل قاطع قال انهم حاليا يديرون فاغنر انهم اللي هما الروس يعني لا زلون ينفون وجود اي رابط طبعا التصاعد الازمة بين اردوغان وبين بوتن بين موسكو وبين انقرة بين روسيا وبين تركيا احنا متكلم فيه بقى انه اسبوع بنقول هل انتهى وانا قلت هذا الكلام من اسبوع وعشر ايام هل انتهى شهر العسل بين تركيا وبين موسكو وبين روسيا انا بقول ان المصالح هي اللي تغلق دائما في مصالح كل طرف يضغط على التاني عايز يحقق اكبر قدر من المكاسب لكن في كل الاحوال هناك شبه قطيعة بين الطرفين اردوغان بيعمق الازمة بيثرثر بيتحدث كثيرا بيهاجم روسيا بشكل واضح جدا انها عمده شركة للمرتزقة يعني بتضرب بها المصالح التركية رد بسرعة ده كان فين على الطيارة عائد من باكستان رد عليه بوكدانوف ونائب وزير خارجية الروسي من ميونيخ موجوتي مؤتمر ميونيخ للامن موجود في ألمانيا ومعه موجود هناك وزير خارجيته وموجود وزير خارجية تركيا موجودين في ميونيخ رد من ميونيخ بوكدانوف على أردوغان وقال له كلامك غلط لا يتصق بالواقعية ولا يتصق بالمصداقية انت غلطان في اللي انت بتقوله موسكو بدأت تعض على يعني على أردوغان وتفضح وقالت ان أردوغان بيسلم ميليشياته المسلحة اللي هي مين اللي هي جبهة النصرة اللي هي دلوقتي اسمها ايه هيئة تحرير الشام فاكرين جبهة النصرة محمد الجولاني اللي هما الإرهابيين اللي تركيا صناعتهم موجودين كانوا في ربوع سوريا دلوقتي موجودين فين في إدلب جيش النصرة جيش جبهة النصرة موجود فين في إدلب غير اسمه عشان الموضة يعني موضة جديدة يعني سمى نفسه هيئة تحرير الشام عشان ينفي عن نفسه فكرة لأنه جبهة النصرة جبها إرهابية فهم غيروا اسمهم وقالوا خلاص إرهابية إرهابية إحنا هيئة تحرير الشام تركيا سلمت منظومة دفاع أمريكية إلى جبهة النصرة فين في إدلب مين اللي قال هذا الكلام روسيا يعني روسيا تفضح أردغان وتصرح بأنه أردغان سلم منظومة دفاع أمريكية بحوزة الجيش التركي إلى جبهة النصرة الإرهابية داخل إدلب ده منعطف آخر قطير أنقرة بتعلق على رسائل تهديد السفير الروسي لها إيه اللي حصل العلاقة بين موسكو وبين أنقرة بقت زي ما احنا قلنا على صفيح ساخن بدأ المجتمع التركي السوشال ميديا حزب العدالة والتنمية والجيش الإلكترونية والسيباب الإلكتروني يتكلم يشتم في مين يشتم في موسكو يشتم في بوتين يشتم في لفاروف يشتم في السياسة الروسية كانوا حبايب مبارع ونشوفوهم يا سلام ياريت جميلة يا فريدة والله صورة أردغان وهو عمال يكل آيس كريم مع بوتين في سوشي صورة معبرة يعني حاجة بيحبوا بعض اتنين كده قاعدين في عيد الحب كان يسموه يا أولاد عيد الفالنتاين قاعدين يعني يعني واحد وخطيبته قاعدين مين أردغان مع بوتين فين في سوشي دلوقتي ألبوا على بعض بهذا الشكل أو هكذا أردغان ملوش صديق أو أردغان رجل بلا مبدأ أو أردغان رجل بلا ميثاق أنا مش بدفع عن حد ضد حد أنا بنقول لكم اللي حاصل إيه الخلاف كله على إيه روسيا جيشها أو قواتها مش في روسيا برا وتركيا قواتها وجيشها مش في تركيا برا برا فين في أردنا أردنا اللي هي إيه سوريا يعني هما الاتنين بيتخنقوا برا أرضهم على حاجة مش ملكهم هما الاتنين وأنا دايما قلت التاجر الروسي مع التاجر التركي الاتنين شطار على حساب أردنا فين في سوريا يعني الجيش التركي موجود في مناطق داخل إدلب آخر معقل الإرهابيين في سوريا الجيش السوري الجيش العربي السوري اللي هو جيشنا الأول موجود بيحقق انتصارات على الجيش التركي بعدما الروس أطلقوا أطلقوا عنان الجيش السوري إنه هو يتحرك بدأ يخلص وبدأ يحقق انتصارات على الجيش التركي في إدلب اردوغان بيقول لهم انا مديكوا مهلة لغاية اخر فبراير بيقول لي مين بيقول لي الجيش السوري ينسحبوا من نقاط التفتيش انا هريد سجود على الفجر فجر تركي بين فجر تركي بين اهو فجر الصورة دي انا بفكر بس كل الاتراك بفكر بس الجماعة المرتزقة اللي بيدفعوا عن اردوغان اهو اهو قاعد بيأكلوا ايس كريم الراجل خدوا هناك فيه مصنع الكراسي بيأكلوا ايس كريم ده مين ده صاحبنا بوتن اللي حاصل انه الولاد اللي بيدفعوا الاخوان الاخوان اللي بيدفعوا عن اردوغان واردوغان ومليشياته بيشتموا دلوقتي فيه بوتن ليه لانه بوتن بيقول لهم بوتن بيقول لهم النصرة تطلع برا ادلب نفض بادلب عشان الدولة السورية والجيش السوري يبسط سيطرته عليها ومن ثم النازحين اللي اردوغان بيزل العلم بيهم اللي موجودين على الاراضي والحدود التركية يرجعوا بلادهم تاني يعني فكرة بوتن انه هو ادلب فيها مليون اتنين مليون نازحين ماشوا من كتر الحرب راحوا في اين على الحدود التركية اردوغان مش بدخلهم قاعدين هناك وهو بيغازل عالم بيهم بيبتزل عالم بيهم طيب ايه اللي عايزينه يحصل؟ روسيا بتقول نسيب الجيش السوري يخلص يسيطر ونصر تطلع النازحين يرجعوا اردوغان يقولك لا النازحين لو رجعوا ادلب واحنا مشينا هوادي جابة النصرة فين هواديهم ليبيا ما هو كلهم فتحينه على دلوقتي مش هينفه هواديهم ليبيا فرنسا شايفة ومصر شايفة والمان شايفين كلهم رأبينه هواديهم فين هو عايز يعطل نقل جنوده وجنود النصرة من ادلب وعودة النازحين لغاية ما يشوف حل لمشكلة ليبيا مع السرات هي دي الموضوع يا جماعة هاتولي لو سمحتوا يا شباب خريطة ادلب عشان الناس تشوف اهي دي ادلب الحتة اللي قدامنا اللي احنا شايفينها دي كلها اهي دي ادلب دي تركيا فوق اهي وادي ادلب اهي وادي فاكريني حلب دلوقتي الجيش التركي بيحاول يودي سلاح ناحية حلب اهي قدامنا اللي بالاحمر دي المنطقة اللي باللازل دي كلها ايه دي ادلب هي قدامنا دي ادلب كل دي ادلب اهي المنطقة من اكبر من اكبر المناطق الموجودة في اكبر مناطق الموجود فيها مرتزقة وارهابيين والمنطقة اللي باللون الاحمر او اللون دوت ده القوات السورية الحكومية هي اللي مسيطرة عليه وهنا جبهة النصرة والقوات المعارضة اللي موجودة في هذا المكان برعاية اردوغان اردوغان بيعميهم اردوغان بيساعدهم واصبحت هذه المنطقة منطقة محاصرة بهذا الشكل واعتقد انه الجيش السوري وكانه بالبلد يعني بيزوء دول الالهابيين ناحية الحدود التركية في تركيا مش عايزة هذا الكلام تركيا عايزة ايه تركيا عايزة تخلي قوات النصرة موجودة هنا في المنطقة دي وعايزة الجيش السوري يرجع ورا عايزة الجيش السوري يرجع ورا تاني اعتقد انه اهو زي ما احنا نقاط البرقبة الروسية اللي هي دي اللي هي باللحمر دي دي نقاط الروسية اهي اللي باللحمر ونقاط البرقبة التركية اللي بالاخدر اهي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة 8 9 10 11 12 12 نقطة اللي بلغتر دول تواجد نقاط تركية اهي واحد اهي قادة النقاط التركية الجيش السوري دخل شال النقاط التركية دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يعني الجيش السوري بالله احمر دخل ودخل حاصر النقاط دي نقاط المراقبة التركية وداخل اهو زي ما احنا شايفين تركيا بتقول له ايه بتقول له لو سمحت تركيا بتحذر الجيش السوري داخل الاراضي السورية بتقول له ارجع تاني خلف نقاط دي يعني الجيش السوري حرر دول وحاصر دول الاتراك الاردوغان بيقول لهم ارجعوا هديكموه للغاية فبراير ترجعوا لي هناك اهو طبعا مين اللي ورده ده الروس ده الروس اهو ده الروس والنقاط المراقبة الايرانية امريكية دي ياسروة الاخيرة دي ياسر بشايف يبقى دي النقاط التركية اهي اهي كلها بقت في اه مرمى اه سيطرت في مرمى سيطرت مين القوات اه اه القوات الحكومية السورية الاخيرة دي قوات ايرانية او نقاط مراقبة ايرانية دي واحدة اتنين تلاتة اربعة موجودين في حلب طبعا واعتقد انا ما بسأل بس والله بقول للناس وانا عمل اشع خريطة وعمل اقول وعمل احكي وبقولي القصة ويعني تمام افتكرت بس لحظة وعمل اقول نقاط نقاط تركية ونقاط نقاط تركية ونقاط ايرانية ونقاط مش عارف ايه طب هو السؤال والنبي هم بيعملوا هناك ده سوريا يا جماعة كانت قبل 2011 سوريا يعني دمشق الشام نروح نحلم بيها ايه اللي حصل اللي حصل خلى البلد نتوزعه وهنا عم نشرع على خرايط ما بين نفوز روسي ما بين نفوز ايراني داخل الاراضي السورية ادي ما جنيناه وجنيناه في الربيع او ما يسمى بالربيع العربي طيب نتيجة هذا الكلام اللي بحكيه والنقاط والسيطرة والتقدم الجيش السوري فالاتراك مددئين من روسيا فبدأوا يهددوا بدأ الاتراك داخل تركيا يهددوا السفارة الروسية في انقرة ايه اه بيهددوهم ايه هنولع فيكم هنحرقكم هناك تهديدات تركية من عصابات اردغانية للسفير الروسي في تركيا بالقتل بسرعة الجماعة الروس قالوا للاتراك خدوا بالكم انتو بتهددوا ودي تهديدات لازم تقص في الاعتبار انقرة علقت على الرسائل وقالت احنا كسفنا الامن واخنا واخدين بالنا من هذا الموضوع في تجديد اجراءات امنية حول مبنى السفارة الروسية في انقرة لكن بفكر الروس انا بفكر الروس بس مش قصد اعمل فتنة ولا حاجة بقول للروس انتو كان فيه طعم في كرامتكم الوطنية برضو في انقرة قبل كده كان فيه طعم في كرامة الروس الوطنية في انقرة في وطح النهار السفير السفير الروسي اللي هو ممثل روسيا القيصرية كان موجود بيخطب في قلب تركيا وام زابط اردوغاني اخواني ارهابي الله اكبر وراح ضربوا بالنار شغل هالي يا وليد اه بس هو طبعا الموضوع لما نقول ايه ده فيه تهديد تركي باغتيال السفير الروسي في تركيا مش بيقولك اي كلام يعني زي اي كلام بتبقى لا اهدل نفزه على طول اهدل السفير الابلي كذا يعني السفير الابلي مأتول بهذا الشكل على الهواء مباشرة في وطح النهار في دولة بتقول ان احنا دولة امينة وغير انا بس ما اتفكر الروسي يعني حزب الشعب الجمهوري معرفش يا فريدة عندك فيديو او لا اه حزب الشعب الجمهوري رئيسه كمال كنشدار اغلو زعيم المعارض الراجل اللازيز ده احنا بسمعه بيديله على دماغه كل شوية بسمعه حصل منوشات بينهم الراجل بتاع حزب الشعب الجمهوري قال لأردوغان يا اخي انت زهقتيني انت تربية جماعة الخدمة وكلام فيه علاقات بينك وبينهم انت زراع جماعة الخدمة او حركة الخدمة او فتح الله جولن فين فيه تركيا اتخلوا مع بعض فرد عليه رد اردوغان انا شخصيا والله اتكسف اقول بس في فيديو عندك يا فريدة باي شغلي الفيديو خلي الفيديو يتكلم عسين بسياسي فارتين ليدرين بسياسي فارتين ليدريني سيليب يتكلم عسيني اخر جميعهم قدر ذراعي للم يتكلم عسيني او تحني فلوغان قال له اردوغان المعركة الكلمية اللي كانت بين اردوغان وبين كمالك الاشتار اغلو رئيس الجمهورية التركية خليفة المؤمنين الخليفة العثماني الذي يبكي هو يقرأ القرآن والاحاديث ويذهب الى كل الدول الاسلامية يقول نريد ان نعيد الاسلام مرة اخرى بيكلم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرجل الذي يقود المعارضة بشرف ونزهة لما بيقول له انت زراع جلن في تركيا فرد عليه اردوغان وقال له الزراع في غرفة نومك اللي الراجل دلوقتي قال ان هذا الكلام يكسف وانا اخجل نقوله جبنالكم الفيديو عشان بس محدش من هؤلاء يتكلم يقول انتوا بتجيبوا كلام ادي اردوغان و ادي اخلاق اردوغان اهو نشعر بالخجل لسماع كيف لم يخجل عند قوله وقال هذه الجملة في المجلس قالها في قلب البرلمان قدام الكتلة البرلمانية بتاعته وبيقول له احنا قلناها كحزب الشعب الجمهوري كان بقى عندنا عار تاريخي وكنا ما خلصناش من اردوغان لكن اخطر ما قاله كمال كلشدار اغلو انه اردوغان بيقود تركيا للمجهول وشبه اردوغان بانه بيقود عربة عربية بلا فرامل وخلاص وصل الى المجهول ومعدل النمو زي ما قلنا مبارح وصل ليه الحديد معدل الاستثمارات الاجنبية وصلت الى الحديد هناك حالة من حالات التفسق المجتمعي بيقول له انت بتسوق عربية وممعكش فرامل بيقول لي مين بيقول لي اردوغان ده مين كمال كلشدار اغلو اعتقد انه القادم اسوأ خاصة بعد اعلان وانا قلت هذا الكلام الاسبوع اللي فات اعلان احمد داود اغلو بانه بينتوي الترشح لانتخابات الرئاسة في 2023 لكن بمناسبة انتخابات الرئاسة 2023 الانتخابات الماضية اللي نجح فيها اردوغان وكان بنفسه فيها المرشح التركي اللي بيمثل حزب الشعب الجمهوري محرم انجا محرم انجا دا كان مدعوم من كل الاحزاب والمعارضة والطيارات ومحقق يعني نتائج كانت قد تؤهله لان يصبح رئيسا لتركيا لكن في قصة يمكن لاول مرة بيتم الاعلان عنها واول مرة انا بتكلم عنها لان دي معلومة يعني لسه خلال ساعات يعني حصلت على هذه المعلومة الموثقة انه محرم انجا يوم الانتخابات الرئاسية اختفى الصبح ما ظهر كل اتباعه ورجالته والمريدين بتوعه وقارد الحزب دوروا على محرم انجا قافل تليفونه مش موجود فين محرم فين محرم فين محرم مش عارفين هو محرم موجود في دايرة معينة بيلف ولا بيشوف الانتخابات ولا تصويت اختفى سر اختفاء محرم انجا يوم التصويت ظل حتى ايام قليلة مجهول محدش عارف ايه اللي حصل معلوماتي حصلت عليها منذ ساعات ربما انه محرم انجا تعرض لعملية ابتزاز غير مسبوقة تم خطف ابنت وزوجة المرشح الرئاسي محرم انجا خطفوا بنته ومراته عصابات اردغان خطفوهم من بيته صبيحة يوم الانتخاب للضغط عليه وابتزازه اما انه هو يعود مرة اخرى ويعلن مبكرا اعترافه بالهزيم وبفوز اردغان قبل اغلاق الصناديق وإلا سيكون هناك اختفاء دائم لابنت محرم انجا وزوجته وقيل ايضا بانه تم ترضيته بشكل او باخر ولذلك هذا يفسر اللي بقوله مش كلام من عندي بيفسر ليه غاب محرم انجا ست ساعات من بدء التصويت وليه استبق النتيجة الرسمية واعلن انه انه هزم واعلن واقر بهزمته بل واعلن انه اردغان هو اللي فائز قبل ان ينتهي الفرز دي معلومة مؤكدة موثقة انا بزحل اول مرة وبقول انه تم خطف المرشح ابنت وزوجة المرشح المنافس لاردغان في الانتخابات الماضية انا بقول هذا الكلام وهذا الكلام الاطراك العالمين باطل امور اللي في الاحزاب السياسية المعارضة داخل عزب اردغان بيعلمه هذا الكلام ويعرفه لكن في كل احوال تم ترضية محرم انجا واستيعابه وانتهى الامر واردغان يطلع يقولك الديمقراطية والحرية والمساواة اردغان بقى بيقول الحل في ادلب هيكون من سحاب النظام لحدود سوتشي اللي اتكوا عليه يرجع ليه الخطوط الخاضرة اللي اتكوا عليه وبيقول النوم في سلام اردغان النوم في سلام حرامنا علينا حتى تخليص سوريا من ظلم النظام والمنظمات الارهابية والله العظيم والله العظيم هذا الرجل فاجر هذا الرجل فاجر بيقول النوم في سلام حرام يعني اللي ينام حرام عليه لغاية بما نخلص على النظام السوري النظام السوري كان شوفوا يا ريتي يا فريدة جبيني سورة اردغان وامينة مراته وبشار الاسد واسماء مراته وهم برضو عاملين ازولب مع بعض وسعداء جدا جدا عيلة مع بعضينا اسرة مع بعضينا كان قاعد مع اردغان مع بوتن بيأكل ايس كريم وشوفوا ما كان قاعد زمان كان بيكلم بشار الاسد الاخ والصديق والرفيق بشار الاسد وبروحوا يلعبوا كرة مع بعض على الحدود نوع من التودد وكان بيقعد يجيب مراته وده يجيب مراته وقعدوا مع بعض دلوقتي بيتكلم بيقول النوم في سلام حرام علينا اذا لم نتخلص من النظام السوري ايه النفاق اللي احنا فيه ايه الرعون اللي احنا فيه ايه الحماقة اللي احنا فيه احنا ليه ما بنركزش في الموضوع عموما خلاص يا فريدة مش مهم مش مهم يا فريدة وزير خارجية قطر بيؤكد في ميونيخ موجود في ميونيخ الشيخ محمد بن عبد الرحمن قال ثاني بيقول انه بيؤكد انه ضرورة ابرام اتفاق امني اقليمي بالشرق الاوسط يعني ايه عم عبد الرحمن قالك الدول الفاعلة نقعد مع بعض لانه الموضوع ثم انت مهلك الدول الفاعلة انت مش دولة فاعلة انت دولة مفعولة بيه انت دولة لا نائب فاعل ولا مفعول معه انت مفعول في ايه الاخ محمد عبد الرحمن وزير خارجية قطر قاعد في ميونيخ الامن بيتكلم بيتكلم بيقول انت امن ايه انت قطر لا فيها امن مستوردين شرطة تركية وشرطة ايرانية وجيش أمريكي وغيره أنا بسأل بس هو ليه مؤتمر مونيخ وبيصرف على مؤتمر مونيخ للأمن هو بيكلم ليه بيقول أنه أزمات الشرق الأوسط هل قطر هي اللي تحل أزمات الشرق الأوسط والله فعلا يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئ وزير خارجية قطر تاني جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح طيب أنت إيه اللي جبته جديد الأزمة الخالجية إحنا بقولك تعليق الحوار خلاص وقطر هي والله نفسها ده الجزيرة اللي بتقول قطر نفسها تصالح وتصالح لكن الدول التانية متعنتة لكن أنا بقول بقول لمحمد عبد الرحمن وبقول لأميره بقول لهم هو الشاعر مش على العكروم المري فين الشاعر القطري كنت بتكلم مع واحد تركي موجود اللي هو بموجبه بموجب القوات التركية اللي موجودة في قطر أصبحت وتحولت قطر إلى ولاية عثمانية أول ولاية عثمانية يستطيع أردغان أنه هو يضمها إلى تركيا في مشروعه العثماني الجديد هو ضم إمارة قطر أو هنسميها ولاية قطر زي ما حاول في أرض الصومال ولاية الصومال وحاول مش عارفين وفين بيحاول يشتغل لكن إحنا ليه بالمرصاد فاضحين وكاشفين برجع للشاعر مشعل قال عكروم المري كان بيتكلم معه واحد تركي ضابط تركي والرجل الضابط التركي ده له أوامر رفض الشاعر القطري إنه هو ينفذها فاحتدم النقاش واتخذ شكل حدة بين الطرفين رفع الرجل التركي سلاحه وضرب الشاعر القطري مشعل قال عكروم المري بالنار وكل تكتم عليه ما حدش تكلم عليه والسلطات القطرية سكتت لكن المدونين ما سكتوش والسوشال ميديا فضحت قطر وأمير قطر وقالت متعب البامي بيقول طفح الكيل من تصرفات الجيش التركي العنجهية والله ما يحبون العرب ويبون دمرنا والله وبالله بييجي يوم قريب نستغيس ونطلب العون من سلمان الحزن أن يدخل علينا درع الجزيرة وتطرد المحتل التركي ونعيد معركة الوجبة الثانية تركيا تخطل شاعر قطري مش على الأهل العكروم الله يحفظنا ويحفظ شعب قطر المال فين يا فريدة التويتات دي يا فريدة التويتات ضاعت ولا يا فريدة يا فريدة راشد الخلدي بيقول سؤال من أهم المواطن أم الدخيل المواطن طبعا إلا في قطر المواطن مش على الأهل العكروم المري ضابط في قطر عشق طراب أجداده وكانت نهيته على يد أترك في قطر دفنوه بالليل وكأنه ماله أهل وحين احترف رئيس الوزراء القطري احترق رئيس الوزراء القطري وقال الله يسرع اللي عيالنا من الأتراك عزل وتمين ايه دي دي طفح الكيلو من تصف دي خلاص شيدناها بقى خلاص يا فريدة خلاص اللي بعدها اللي بعدها كمان عملكوا ارتبكتوا ليه يا شباب في حالة ارتبكوا عندكم ليه هو أنتوا خضيتوا من مقتل الشاعر القطري ما هو قطر بكل شيء يوم بيبوت فيها عد واحد ده الرجل ده كلام مهم جدا بولك بولك طرد أجداده الغازي التركي واليوم تميم بيشوف بعيونه جسمانه الممزق من غدر الأتراك في قطر ولا يستطيع أن يتكلم أي اختراق مثل هذا الاختراق يا ناس تركيا تقتل شاعر قطري واحد تاني بيقول للأسف وصلنا لمرحلة أن يسفك أن يسفك هدامي خليجي على يد أحد مرتزخة أردغان عليها ألف لعنة مش على الأهل عكروم هل أصبح الخليجي يستباح دمه وسط أرضه ويكرم القاتل إلى أين تذهبون دي فيه تاني محمد بن سعد الدستري بيقول علمنا ياروي بضى ما آخر نتاج التحقات في مقتل الشاعر مش على أهل عكروم الذي قتل على يد علوج الأطراق في وطنه المحتل قطر غيره محمدين آن الأوان للشعب القطري أن يثور في وجه نظام الحمدين الإرهابي والأخذ بطأر المواطن مش على أهل عكروم من الترك المحتل تركيا تقتل شاعر قطري راشد الخلدي بيقول سؤال من أهم المواطن أم الداخل دي أنا بعيدها تاني هم مش مركزين معها بس أنا عجبان يعني المواطن طبعا إلا في قطر المواطن مش على أهل عكروم المر ضابط في قطر عشق طراب أجداده وكانت نهيته على يد أطراقه في قطر ودفنوه بالليل وكأنه ماله أهل وحين احترق رئيس الوزراء القطري السابق طبعا وقال الله يسطر على عيالنا من الأطراق عزله تميم طارق الزمر فاكرينه القاتل السلاة طارق الزمر المفروض أنا كنت أنتظر وأتوقع أنه يخرج علينا ويعتذر بعريضة اعتذار عما اقترفت يده من قتل ودماء في رقبة طارق الزمر دماء أبرياء في رقبة طارق الزمر قتله كنت أظن وبعض الظن قسم أنه هيخرج علينا ويعتذر يخرج علينا ويستغفر يخرج علينا وقول يا رب اغفر لي زي ما قال أبو اسحق الحوين لكنه خرج علينا طارق الزمر وقال أنا عايز أدعو لمؤتمر لبحث مصير الطيار الإسلامي وعايز أعمل مصلحة إيه يا عم طارق عايز تعمل إيه قالك آخر مهمة للعمل العام في حياتي عايز أعيد تقديم الطيار الإسلامي أهو قال بالزبطة هو أدعو الحركات الإسلامية لإيجاد أشكال جديدة للوجود وإعانة ترتيب أوضاعها وبرامجها لاستمرار عملها وتحقيق أهدافها يدعو الحركات الإسلامية لإيجاد أشكال جديدة للوجود يعني أنتو شكلوك كان بدأنا وجلبيا غير شكلوك وكان مش عارف بإين غير ده ميلي بيقول ده طارق أهو ده طارق ده طارق لابس البريل الفرنساوي ولابس الفيستة هو قدامنا وعايش ود متفرنج يعني اللي قدامكو ده يا جماعة قتل الرئيس السادات اللي قدامكو ده قاعد حر طليق هو اللي نقل السلاح والزخيرة اللي قتل بيها رئيس مصر محمد أنور السادات يوم 6 أكتوبر 1981 حر طليق بيتحدث ويتبجح ويتجبر من تركيا ويكلم تاني يقول عايزين نعيد تاني لحركات الإسلامية أنا بقول له أنت بتكلم بتقول أنه بيقول مبادرتي بقول مبادرتي مبادرة تطوير الطيار الإسلامي ستكون مهماتي الأخيرة مبادرة لم تكن مجرد تعبير شخصي بل توجه يتنامى الظروف الملابسات اللي لا تتيح للطيار الإسلامي الحكم منفردا هو الطيار الإسلامي هو أنت بتدعو الله عايز تحكم أنا بسأل بس يعني أنا بسأل خليه بس أقول لطريق الزمر وكل طريق الزمر وعبر الزمر الموجود هنا حقره نطليقه برضه وبقول له كل الناس دوع الطيار الإسلامي أنا عايزكم بس كل واحد فيكم يكلم يقعد يبص نفسه في المرايا كده هو بجد صادق يعني يبص نفسه في المرايا يقعد بينه وبين نفسه من غير ما حد يشوف لأنه الرياء واخد عامل شغل جامل جدا الرياء بيلعب عند الكل يقعد بينك وبين نفسك من غير حد خالص اطلع أنت وانت ماشي كده في طريق انزب عربيتك في أي مكان في خلاق كده وهو اسأل نفسك انت صادق انت بجد مؤمن انت بجد مؤمن باللي بتقوله طيب انت بجد عايز تعمل دعوة لله يعني وللدين ولا للعصبية ولا عايزة للحكم وتولى يعني ما هو الإخوان حسن اللي بنا كان بيقول نحن قوم نريد أن نحكم بالإسلام لا نحكم بالإسلام بقول لك احنا مشاركة لا مغالبة فاكرين دي مشاعراتهم يستني يا فريد شعراتهم انه هو مغالبة لا احنا مشارك عايزين ناس تشاركنا هو ده الكلام بتاعه هل ده تحقق يعني ما للسلاح اللي حصل وطلع في ربعة وفي النهضة وفي مسجد مش عارف ايه وفي مسجد ايه والناس والدماء اللي راحل دي واللي قتلوهم ده قتلوا حسن البن انا بسأل بسأل سؤال بسأل كل الفقهاء الموجودين كل الفقهاء اللي على ظهر الارض هل الدين الاسلامي في احد او الاحاديث او الايات او غيره التفسير الصحيح مش المختل مش الشاز بيحض على قتل الابرياء بالتأكيد لا بالتأكيد انت اللي فهمك شاز انت اللي فهمك معوج واحد يقول لي يجيب لي يفسر الحديث على مزاجه وبعدين يضل الناس به زي ما قالك خلافة عضة ومش عارف بعدها ايه وايه تطلع الست تسيب عيالها وتطلع ده تحارب عشان تتاخذ الخلافة زي الشيخ بقالولها يطلع العرف يقولك الجهات في سبيل الله الحق يلا يعني تطلع تسمع الكلام وتروح يروح هناك يروح نفسهم للتهلكة هو ده ده اللي احنا بنقول عليه يعني لما قلنا ابو سحق اعتذر اعتذر علي محمد ناصر والفرقة كلها عم نتكلمه يقولك اعتذر 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 انا بقول للناس انتبهوا انت ممكن تضحك علينا شوية ممكن تضحك علي الناس بالمناسبة وانا بسأل الشيوخ ده كلهم انتو انتو عايزين تكسبوا الدنيا والاخر مع بعض يعني كل شيخ من هؤلاء اهو قدام قاعد فين قاعد في تركيا والتاني قاعد في قطر والتالت قاعد فين وعندهم عربيات وعندهم فيلل وعندهم فلوس وعندهم 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 ده كل شيخ حتى هنا في مصر كل شيخ من المشايخ موكب موكب عربيات والله العظيم كل المشايخ فرج علي موكب الشيخ واصل الشيخ راح الشيخ جه والناس تاخدوا تشيله وفوق دماغهم يحطوه وقال لك ده عالم جاوزتك بلاد العلماء ماشي يا عم ولانيجي الرئيس الدولة ولا وزير الوزراء ماشي قلتك شوف الموكب شوف التبذير طب انت عم الشيخ ده انت بتقول قال الله وقال رسول وماشي بموكب طب انت ليه لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتر عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون انت عم الشيخ عايز عربيات ومش عارف ايه وشهرة وعز وتمام وإلى آخره ومتجوز اربع النسوان وعايز تطلح لغمان في الجنة تاخد حور ايه وتاخد يا عم ترسالك على حل انت ايه بالزبط انت ايه بالزبط مش احلم نتكلم الناس تقشف والصبر وإلى آخره انت كده فعلا انت كده فعلا وترجع لما يلاقي واحد الله هنعرف ناس يلي ايدي كده يقول لك ايه يا اخي اتقل لا اقول له اعمل ايه يعني يقول لك كان صلى الله عليه وسلم بيقعد اربعين يوم ما بيقول لحش النهار في بيته ليه قال لك كان اسودين بيأكل طمر ومي طب يا عم ربنا وصع علينا احنا يقول لك لا تأسى برسول الله وتشوف هو زي وجد غنيم يقول لك ايه ربنا وصع علينا تستكتر علينا الموضوع ولا ايه يا عم طب انت حرام عليك وحلل على الاخرين انا افهم يجي واحد منهم واحد من الناس اللي هو ما بيسموهم يقول لك يقول لك ده حليق زي حلاتي يعني او ده رجل مش اخ يعني ما له يا عم ده رح يخطب يخطب واحدة حيل وقول له يا عم دي متبرجة يقول له ما لتخطب مين يا عم يقول لك اخطب الاخت المنتقبة دي هو ما يروح يخطب يخطب واحدة مجر اقول فتاة ليل ايه عمل هصلح هذا بقى انا بقى هخالات توب على فكرة اللي انا بحكيه اللي انا بحكيه واقع مسكوت عنه وما حاج بيتكلم عنه كل واحد فيكم اللي بسمعني سواء طهر اسلامي ولا طهر علماني ولا طهر زفت ولا باب ما فيش حاجة اسمها طهرات امبرح والله بسمع فيديو بالليل واحد بقول لك انا الازهر قادم الازهر قادم يا عم الازهر ايه يخرب بيتك الازهر ده دين لوحده هل الازهر اصبح دينا لا فوقوا شوية بقى لا تقول لي السلفية قادمة الاخوان قادمون الازهر قادم مش عارف مين قادم انت فرقتم دينكم شئي عنه كلهم في النار مش ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو احنا هنضيع الدين اكتر من كده نروح فيه ولما نتكلم الناس تقولك انا انا كم الشتائم بألفظ بذيئة نابية لم اكن اتوقعها من انا السلفي والسلفيين لما قلت على محمد على اسمه ابو صحق الحواني ان احذرك مكبول وصل تقدسهم لي على انه نبي وصل تقدسهم للبخار على انه نبي تقدسهم مش عارف البنة على انه نبي يا سيدي العصمة دوفينات بوفاة النبي كل الناس بتغلط كل الناس بتغلط ونحن اولى بالدين منكم لان احنا مش طلاب سلطة انتم طلاب سلطة وطلاب عايزين عايزين تزهوا ما قال محمد يا اسموي ابو اسحق عايزين شهرة وبصمتي مش هو اللي قال وانا اللي قلت ولما قلنا انت اعتذرك لانك اضلت الناس الناس زعلت وعن تشتم فينا هقولك الحق ضد السنة لا لا انا احققك امام الله يوم القيام وعند الله تلتقي الخصوم نحن اخشى حيث حيث لم يدع فرصة للشباب المتحمس والغيور على بلاده سواء العنف الذي يساق اليه سوقا طيب هاتلي هاتلي فيه فيه تويتا عاملة تلفزيون عربي بقول هل المرأة الحق في التصرف بجسدها ايه ده الكلام الفارج ده ايه يا جماعة ايه الاسئلة الفارجة دي يا جماعة اقول لسه بقيتها ليه سروة بقيتها ليه يا ابني ايه الكلام الفارج ايه الموضوحات اللي احنا نتكلم فيها دي زي ما خرجت وحدة بتقول داعية مش عارف ايه تقول لك انا بعتذر على فتوى بتاع مش عارف مواقعة البهيمة اوالله المالح تخضيط اتخضيط والله من الكلام كام واحد كام واحد من هؤلاء بيخرج اعتذر بيعتذر بيضلوا ناس اكتر ناس اول ناس هيصعر بيهم الجحيم ائمة ودعاء ائمة ودعاء بيعملوا ايه بيضلوا الناس بيضلوا الناس اهو هل المرأة الحقي في التصرف ده التلفزيون العرب انا مش قدر افهم ايه ايه عمعزمي ايه عمعزمي بشارة ايه الكلام الفارغ هتودونها فين تاني لما نيجي نقول ثورة دينية يقول لك الحق ثورة عالدين تجديد يقول لك عايزيني غيره يا عم بيغير ايه عايزيني غير افكارك انتو طريق تفكيركم اوعى تحجر على فكري نفكر احنا زهقنا نفاق وزهقنا والشين يقول ليه ما تقولون ما لا تفعلون انا عندي ناس كان يقول لك اوعى تروح الكنيسة ليه يا عم اللي يروح الكنيسة بكافير يا عم ازاي يقول له يا عم راح ههن يا اخو 메� هو الرجل بيشق علي يعني يعني plugsلي ما تسلمش على وحده متبرج هقول لي ممكن الرجل ده وصل لبراحة تقوى الأنبياء تفلت ابن عصر للصحابة ماشي يا عم حاضر ماشي يا سيد اعمل انت كده اوعى تروح كنسة اقول لي يا عم تروحش انت اسيدنا نروح وفجأ بالآتي هاتين يا بنت الفيديو هاتين يا بنت الفيديو أختي سنة تسأل عن حكم زيارة الكنيسة للسياحة الكنائس أيها الإخوة والأخوات هي أماكن يشرك فيها بالله وذلك أن الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله فهي أماكن شرك عموما ولا يجهز الانسان أن يدفعها بمعي اسمي وكيف حالك بشير جيد 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 وكيف يجب علينا الوقت لترى هذا المسيح عندي الآن أمامي هنا مية وعشرين نصف فقهاء من جميع المذاهب الإسلامية من القرون المتقدمة إلى يومنا هذا وهم جميعا يحرمون الاختلاء بل القواعد الشريعة الإسلامية العامة تمنع اجتماع الجنسين في مكان واحد أنا مش عام ما ليش تعليق يعني هو يقولك ايه هو تعمل كذا وهو تفرق عليه أنا والله فيه واحد دي ممكن يقول لي ايه إن الذين يحبون أن تشعل فاحشة في الذين أمانوا والله أبدا والله والله الذي لا إله إلا هو أبدا أنا بحزن من قلب مش بفرح من لا حاجة زي كده ألاقي الشيخ الحويني قال كلام وقال عكسه وحسن الكلام وقال عكسه والعريفي قال كلام وقال عكسه ومش عارف العودة الكلام وقال عكسه وقال قرضاء الكلام وقال عكسه هو على فكرة يا جماعة الطبيعي أنهم ببشر باشي بس ما تسبغش عليه القداسة ما تقولش ده مقدس والله أبو إسحق الحوين كان يجتمع بالشباب في الزاوية في كفر الشيخ ويقول لهم يحذر الشباب من الانضمام للجيش أو الشرطة أو القضاء خلي أبو إسحق عايش وأنا بسأله يا شيخ أبو إسحق هل فعلت ذلك أم أنا أكذب أنا أتحداك في قرية حوين في كفر الشيخ كنت بتدعو الشباب وتحذرهم من الانضمام للقوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء وتقول إلا هينضم للجيش أو الشرطة أو القضاء لن أسلم عليه وبعصبية شديدة هل فعلت أم أنا أتقوّل عليك أنا بسألك بقولك أهو يا جماعة في أخطاء كارثية أخطاء كارثية يعني مش هو أحد يقول لك إيه الجماعة و الله أحد يقول الجماعة اللي بقى اللي بكرهه الدين يكره الدين إيه يكره الدين في عينك انت اللي جاهل انت اللي امي انت اللي عبء على الدين انتم عبء على الاديان والله 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 ما استفاد الدين اي دين من هذه الجماعات اي استفادة على اي مستوى واحنا لما نكلم احنا اللي نقول بقى هو دلوقتي هي لله لله لان احنا لا نريده جزاء ولا شكورة ان اريده الا الاصلاح ما استطعت وبنقول بنقيم عليكم الحج مين المشايخ دوله هم عارفين على فكرة هم عارفين هم غلطانين هم عارفين هم عارفين هم عارفين هم عارفين ده الراجل اللي ببارح يقول له ايه انا ما قلتش الجهاد على المنبر هو انا عبيط وجاء الجهاد انا ما قابلنيش شام انديل في اللي بتاعدي وهو قابله انتم ما تجيبوا لي يا فريدة الفيديو يا فريدة بتاع الراجل السوداني اللي التاريق عليهم عندكم جاهز جريت يكون جاهز عندكم طيب هتولي هتولي محمد ناصر وهو بيدافع عن ابو اسحاق سبحان الله ايش خلى محمد ناصر محمد ناصر ده راجل ايه رواد الحنات ايه عمره مراكعة جبهة محمد ناصر دي عمرها مراكعة لله انا بقول لكم انا بقول لكم طول عمره قاعد من حنم ويعني بيشرب مش كساد يعني بسان داود شوفول زي ما انا قلت يعني نضف في تركيا بس المحتوى قازر شوفوا بيدافع عن ابو اسحاق بقول ايه انه صدق ظن ابو اسحاق الحويني ظنه في ربه ربنا بعث له ناس دافع عنه ضد الاوباش السفلة ضد كلاب السكك الضالة لكن خلينا نقول ان كلام الحويني والهجوم عليه يحسب له لا يحسب عليه يحسب له صدقه في وقت قال للصادقين هذا محمد ناصر بيدافع عن ابو اسحاق هو ما انا مش معركة هو لو اي حد تكلف اي حاجة الاخوان ضد اي حد فينا بتكلف ما علينا انتوا انتوا اصفار مجموعة اصفار بقالكم من 2011 لغاية دلوقتي اصفار ولا قيمة لكم والله انا قد اتخذ قرار اني مجيب صورة واحد فيك ولا كلمة واحد فيك تاني فعلا بتضع وقتنا وبوضع عصاب الناس لكن في كل الاحوال انا اوضح نقاط محددة احنا بنهاجم اي حد مفيش حد كبير على الهجوم ليه لانه موضوع رأيي ياخي رد علي بالرأي ياخي انت انت معاك سقوك الغفران اللي ولاد والله شايف اللي ولاد يقولك ايه زنديق يا عم انت 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 معاك خطب النصر معاك توكيل من ربنا يعني انت متعرفش جواه ايه ولا نعرف جواك ايه انت مين نصبك انت اصلا وتلاقي واحد اصلا جاهل ما بعرفش فك الخط ما ارىش حدثين حافظ كلمتين من الشيخ طالع يقولهم وخلاص ويطلع المنبر ايه يا عم في ايه يا عم دا دين يا عم والدين والتقوى ها هنا ها هنا ها هنا مش باللسان ممكن احدد حاجة لا حد بالكلام عموما خليني اقولكو انه الاخ ايمن نور ارتكب خطيئة فتعت عليها باب جهنم منك في تركيا عامل ايه لانه ايمن نور دا مدلس للعمر ومزور بعت ميل يوم 27 يناير الى المستشارية الالمانية المستشارية الالمانية يعني انا ممكن لات ابعت ميل للرئاسة الجمهورية ابعت ميل للراجل بتاع فرنسا هناك طبعا بياخدوا بياخدوا الميل وبيردوا عليه رد على الميل فبعت ميل للمشارية الالمانية والنبي حقول إنسان في مصر ضايعة ردت عليه الست على الميل مش الست يعني الناس اللي عنده ميركل لأي من نور نتابع وضحه إنسان في مصر عن كسب وفرحان قوي ميركل بترد على أي من نور المستشارة الألمانية بترد على أي من نور هو بعت ميل وكذا محدش فينا شاف الرد بتاع المستشارة الألمانية حتى الورد بتقول له إحنا بنتابع وإحنا أصدقاء إحنا كذا إنت في إيه ده الكلام ده لعربي واحد وعشرين تعالوا شوفوا بقى الجماعة بتوع الإخوان بالتارياء وعلي بقوله إيه هات الود عمر عبدالهادي بقول عربي واحد وعشرين أصبحت بوابة لنشر أخبار أي من نور دون تحرق أو تدخيط لمجرد أن الصحفيين يعملون في قناته وفي الموقع في نفس الوقت ينشرون ما يرسلوا لهم أي من يدعي أن ميركل ردت على إيميله الإلكتروني طيب كنت فين من خمس سنين لم ترسلها ولما عرفك الجميع وعرف فهلوتك في نشر أخبار وتشويق ده عمر عبدالهادي بيتارياء على أي من نور الراجل تاني بيقول أسامة عبدالعال بيقول لمبا يقابل ميركل في اجتماع مظلم والله حلوة ولو كان عقيقة لنشروا اللقاء أو الرسالة المتبادلة على الأقل دول ناس مش من عندنا على فاكرة دول ناس في تركيا هناك وأعين مع بعض مع أي من نور خليني بقى خليني بقى أروح للرجل الشيخ السوداني وهو عندك ولا مش عندك الرجل ده دم وخف جدا قال كلام والله أنا مش عارف أقول زيه فأنا قلت أجملكم الفيديو حار 3 دقايق يعني نسمعه مع بعض وبتكلم عن الموضوع اللي بقوله بس بيكلم بقى بإيه بشكل أفضل مني بكثير نسمعه أنا جبت خطبة للعريفي في اليوتيوب في السعودية هناك رابعين باليوتيوب وقد أعلن العلماء والعلماء والمسلمين اليوم هذا البيان شايل ليه ويريجا أخرجوا هذا البيان وأعلنوا فيه وجوب الجهاد والله أكبر لحد ما الخطبة انتحد بيكبره اجتمع مئات العلماء ينتسبون إلى أكثر من سبعين هيئة ومنظمة حضروا من خمسين دولة إلى هنا إلى أرض الإباء إلى أرض البطولة إلى أرض التمكين إلى مصر ليناقشوا قضية السورية وخرج العلماء البارحة ببيان أعلنوا فيه وجوب الجهاد في سبيل الله هو عامل فيها بيبكي والجماعة بيكبروا واحد فيهم مشى الجهاد مافي وأول واحد الشيخ اللي بيبكي دا تبكي على خيرتك انت ليه ما مجد الغريب أنه دعاة الفتنة ديل والله لو مافي إلا الكلمة دي دليل على كذبهم واحتيالهم ونصبهم على الأمة الإسلامية لكفت والله لو كان في ذول أصلا دير الحق مافي شيخ من شيخ الفتنة شيخ الأخوان المسلمين ديل مشى الهم بسمو جهاد نحن دا عندنا نفساد سمينا جهة فرضا وجدلا واحد من هؤلاء المفتنين ما مشى يا جماعة مافي واحد مشى مافي دكتور من الدكاتر المشى لا ناصر العمر لا سلمان العوذة لا العريفي لا عائض القرن لا عوض القرن لا مين النجيم لا مين عبد الحيوسف واحد فيه النبي للعوضي واحد فيه ومشى مافي والله ما قلت دا جهاد قال أعلى للعلماء وجوب الجهاد يعني شنو وجوب يعني انت لو ما مشيت ما له ارتكبت حرام خالفت الواجب يا بابا ما مشيت ليه وعملوا نشيد اسمع النشيد دا كذلك وبعدين بارجع عليك عملوا نشيد في وددوا العلامة قال النصب عبد الحي وجماعة علامة جابوا كنا في السودان كم مرة عملوا نشيد بيفنان وبرقص والله بيرقص وعديل بيعرضوا بيعرضوا شو بالنشيد دا النشيد يطلع طوال السافر قال شنو الفنان قال قم غادر قم غادر قم غادر حلق الله اسمع الاحتياج والنصب دا قال دي صفحة السبعة في صفحة الثمانية ايوا الفنان قال شنو قال قم غادر قم غادر انا ما بقدر ايوا بنفس اللحنة بتاعهم سواطي شيئا جدا قم غادر قم غادر لا تنظر خلفك ولتسلك درب الأبطال داك بينقص اتددوا معهم ونو مع رمك ذات أمره قريب مية سنة القرارة بينقص بينقص بالعكاس قم غادر قم غادر لا تنظر خلفك ولتسلك درب الأبطال ولتنسى الزوجة والوالد تنساهم تب الجهاد ولتنسى الزوجة والوالد وانسى الأطفال فلطفلك رب يحميه رب متعال الجماعة بنقز بنقز والحور تناديك بشوق فتعال تعال هم قاعدين يا ناس والله ناس الأجران بشر لا يزول عاقل إلا ذول بليل سادي ما داركش بحالهم لكن دي المحتالين دي عندهم دكتور دكتور في النصب والاعتيال وده برف برف في النصب والاعتيال وده أستاذ جامع أستاذ أستاذ مش أستاذ مصغار ده أستاذ بالنصب والاعتيال شوف النشيد قم غادر وهم يمجزوا جبلهم ما في واحد غادر خطوة واحدة لا تعليق على ما قال ويعني أعتقد أن الموضوع مختصر نفسه هنشوف في الكتصي أنا في آخر الحلقة موضوع من الموضوعات المفروض كنت أتكلم فيها أمبارح لكن للأسف حاولت أتواصل معه يعني ما بتكلمش من دماغي لكن حاولت أتواصل معه حد مسؤول وخاصة الموضوع باختصار شديد على شركة فودافون شركة المحمول فودافون اللي هي فودافون مصر لمن لا يعرف هي شركة فودافون الإنجليزية بتملك 55% من أسهم فودافون مصر هي فودافون شركة إنجليزية بتملك 55% من أسهم الشركة المصرية طيب والـ 45 45% 2 من 10% مساهمين والباقي لشركة المصري للتصالات يبقى شركة المصري للتصالات حوالي 44% و8 من 10 من أسهم فودافون مصر طيب المشكلة فين المشكلة إنه أرجع بس للناس بسرعة في سواني مصر فيها أربع شبكات محمول شبكة محمول الأقدم أورنج ودي شركة فرنسية كلها فرنسية خلاص شركة دي زمان كانت فاكرين كان اسمها إيه زمان موبينيل دلوقتي اسمها أورنج وعندهم 29 مليون مشترك الشركة التانية فودافون عندهم 40 مليون مشترك أكبر شركة دي شركة إنجليزية أصلا شركة إنجليزية بتملك 55 من فودافون مصر والشركة التالتة شركة التصالات اللي هي عندهم 20 مليون مشترك شركة إماراتية يبقى شركة فرنسية شركة إنجليزية شركة إماراتية والشركة الرابعة شركة وي اللي هي شركة مصرية وعندهم 4.5 مليون مشترك يبقى احنا سوق الاتصالات بتاعي في مصر انجليزي وفرنساوي واماراتي وشوية المصر ده الواقع يعني طيب شركة فودافون حولت ان هي تبيع ال 55% اللي هي الشركة الانجليزية تبيع حصتها في فودافون مصر اللي هم 55% راحت عملت مذكرة تفاهم مع شركة اسمها شركة STC السعودي شركة المحمول السعودية راحت مع فودافون انجلترا واتفقوا مع بعض ان الشركة السعودية تشتري حصة فودافون الانجليزية في فودافون مصر اللي هي 55% مين الشريك لفودافون انجلترا المصرية للتصالات شركتك الوطنية شركتنا الوطنية الشركة المصرية للتصالات شريك ب45% فراح اقول لهم انتوا عايزين تبقى مجرم ترجعوننا قاله فودفون برة هو أنتوا عايزين تبيعه ده أنا شريكك قال ليه 45 وإنت 55 أنت بتبيع للشركة السعودية من غير ما ترجع لي قال له ده مش أصول تبقى للعقود ارجع لي الأول إمكان أنا عايز أشتري اللي هو حق الشفعة القانون معايا العقد معايا لو سمحت سيبني قدرس أشوف أنا أشتريها أو لا مشتريهاش دي أكبر حصة 40 مليون مشترك لغاية دلوقتي الشركة المصرية الصلاة بتحقق أرباح أربعة مليار جنيه سنويا شركة المصرية الاتصالات تحقق أربعة مليار جنيه سنويا أرباح نص الأرباح دي جاية من 45% مساهمتها فيه فودفون يعني مشاركتها فودفون حاجة محترمة جدا طيب إيه الموضوع يعني أنا بتكلف الموضوع ليه هناك أصوات مش هقول مين طبعا أصوات ناس إما مش فاهمين وإما فاهمين ولهم مصلحة أنا معرفش بس الخلاصة اللي تقال غلط قالوا إنه ليه الشركة المصرية الصلاة عايزة تشتري حصة فودفون ليه المفروض تبيع حصتها أصلا المفروض ما يبقاش تكوش ده اسمه احتكار ده اسمه غلط ده اسمه فساد ده اسمه إيه وبعدين المصرية الصلاة شركة خسرانة وعلىها 15 مليار جنيه والمفروض الشركة السعودية اللي تشتريه وده نشجع كلام من هذا القبيل أنا بقول لكم ده مش صح ده غلط إما اللي قال كده جاهل وإما إنه ليه مصلحة أنا معرفش لكن المعلومات المؤكدة أن الشركة المصرية للاتصالات الشركة الوطنية حققت أرباحاً أربعة مليار جنيه وكلمة عليها كلمة إنها خسرانة 15 مليار كذب وافتراء على شركة وطنية المفروض بنشجعها وبنقف جنبها ما ينفحش أقوله على شركة كاسبانة خسرانة لأن ده بيؤثر على سمعة الشركة بيؤثر على مصدقية الشركة بيؤثر على عملاء الشركة فأنا تاني بقول تاني وأنا كلمت وزيرة صلاة مبارح الدكتور عمر طلعت واتنقشت معاه وقال لي إحنا كل اللي عملناه المصرية الصلاة طلبت من فودافون إنجلترا لو سمحتوا إحنا شركائكم إحنا قد نكون أولى ومن مصلحتنا أن إحنا نشتري الحصة بتاعتكم مكان الشركة السعودية فإدونا فرصة الناس ألوا ماشي فالوزير بيقول لي كل الخيارات مفتوحة قدامنا جايبين بيوت خبرة تدرس للشركة المصرية الصلاة لو اشتروها أحسن ولا المستثمر السعولي دخل أحسن فيه خيارات موجودة لمصلحة الشركة اللي هي مالنا كلنا اللي هي حقنا كلنا اللي هي بتاعتنا كلنا المفروض ما جريش أنا أسبق الأحداث وقول المصرية الصلاة غلط وإنت عايز تستحوز على السوق وعايز تحتكر حضرتك مش فاهم اللي بقول هذا الكلام جاهل بالاقتصاد لأنه الممارسة الاحتكارية غير الملكية طب انتوا كنتوا فين بالسندكو الطويلة دي لما كان مصر كلها شركة محمول واحدة اسمها بومديل ما قلتوش احتكار ليه ما قلتوش احتكار ليه ساعتها أنا بقول تاني لابد من ضبط الأداء الإعلامي أو غير الإعلامي أو السوشال ميديا أو غيره لأنه احنا بنتكلم في شركات وطنية ملك للدولة المصرية ملك للشعب المصري مش من حق أحد يطعم في الشركة مش من حق أحد يقول ان هي خسرانة بالكسب مش من حق أحد ان هو يزبق الأحداث وقول احتكار انت مش جاهة اقتصاص مش جاهة مش جاهة حماية المنافسة بقول تاني انه عيب 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 والله انا مكسوف ان احنا نلاقي حد بيتكلم بيشجع ان شركة مصرية وطنية تتباع لحد حتى لو كانت دولة شقيقة حتى لو كانت بقول تاني بوضوح شديد حتى لو كانت دولة على راسي من فوق السعودية على راسي لكن انا بلدي اولى ناسي اولى الشركتي الوطنية اولى اكبرها تاخد حصتها من السوق ان شاء الله تاخد 50% من السوق مفيش حاجة اسمه مارسة احتكارية وانا بقول تاني والله اللي بيتكلم كده عيب عليك عيب عليك لانه مصر هي الابقى ومصلحة مصر هي الاهم ما عنديش كلمتان اقوله دمتم في امان الله اشتركوا في القناة